ألقى عصاه لتلقف عجز الحكومة وخذلان التحالف ومضى بقدمه الجديدة واحد من 150 جريحا تم تركيب أطراف صناعية لهم في مستشفيات الهند بدعم من فاعل خير وإشراف القيادية السابق في مقاومة تعز حمود المخلافي فشلت الشرعية إذن في هذا الملف كما فشلت في الكثير من الملفات قرابة ثلاث سنوات بححت فيها أصوات الجرحة في شوارع تعز وهي تطالب بعلاج جرحهم التي تعفنت جراء الخذلان رغم تشكيل لجنة طبية منذ عامين ورغم الأموال التي رصدت الجرحة إلا أن الإهمال كان الحاضر الأبرز في مصيرهم واتهامات للجنة بموارسة الفساد يرقضون كمن يرقض خلف الحياة ذاتها ويرقصون فرحا بأطراف صناعية أعادت إليهم جزء من عافية تقول حياة الذبحاني رئيسة فريق اللجنة المشرفة على علاج الجرحة في دولة الهند إنه إلى جانب الأطراف الصناعية تم عمل أربعين عملية جراحية منها للعيون والأعصاب واستخراج الشضايا كما أن العديد من الجرحة تلقوا علاجات طبيعية ثلاثون جريحا ممن تم علاجهم غادروا الهند وهم في طريق العودة يليهم عشرون آخرون يغادرون غدا حتى اكتمال رحلة العودة قبل أن يبدأ مشوار آخر وعدد آخر من الجرحة ممن لا يزالون ينتظرون فرصة للعلاج وتركيب أطراف صناعية بعد عنا طويل ومعاناة وتخاضل من الشرعية من الله علينا بقايدة المقام الشعبي الشيخ عمون سعيد المخلافي وبتمويل من فاع الخير لسفرنا إلى الخارج والحمد لله رأينا أطراف جميلة جدا وأطراف حلوة وأطراف ساعدنا على القن وعندما تركبت طرفي وكنت أقريب فتحت أمامي جميع قبهات التعيد وتحتم من جميع قبهات القتال ملف جرح تاعز من أعقد الملفات وصورة مكثفة للإهمال الحكومي واتهامات لها بالعجز عن علاجهم رغم تضحياتهم من أجل استعادة الدولة التي ترفع هذه الحكومة شعار استعادتها أكثر من 20 ألف جريح من الجيش الوطني والمدنيين في تاعز ممن أصيبوا بالمعارك مع مليشة الحوثي أو بالقصف على المدينة منذ ثلاثة أعوام بعضهم تحولت جراحهم إلى إعاقات دائمة ومنهم لا يزال ينتظر فاعل خير 800 منهم تقرر تسفيرهم للعلاج خارج البلد غير أن الأمس القريب أضف لهذا العدد فاطمة وفاكهة والطفل الصغير عاصم ليستمر العدد بالارتفاع وتستمر مليشة الحوثي بالقصف والحكومة والتحالف بالعزوف عن القيام بواجبهم